لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بك محمود يعني تفاصيل كثيرة بدأها رئيس الوزراء اليوم في افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للكتابة في النسخة الرابعة والخمسين ما هي التفاصيل؟ ما هي الأجواء؟ أيضا ماذا عن دور النشر والإقبال في معرض القاهرة الدولي للكتابة؟ نعم بعد التحية هي انطلاقة قوية ومميزة هذه النسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين اليوم كان الافتتاح الرسمي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد على أن هناك مساندة ودعم من الدولة لهذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر والوطن العربي والعالم وأن الدولة تهتم بدعم القطاع الثقافي كان الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة الأردنية وسفير الأردن في مصر وهي ضيف شرف هذه النسخة وأيضا وزيرة الثقافة المصرية هذا المعرض له انطلاقة قوية لأن هناك عدد كبير من دور النشر التي تشارك في هذه النسخة نتحدث عن 1047 نشر ودور نشر تشارك في هذا المعرض من 53 دولة سواء عربية أو الأجنبية منها فهناك تنوع كبير في دار النشر وفي الخدمات التي سيقدمها للزائرين اليوم كان الافتتاح الرسمي وغدا سيكون هو اليوم الأول لاستقبال الجمهور بدءا من العاشرة صباحا وحتى التاسع مساء حتى يوم السادس من فبراير القادم إذا تحدثنا عن بعض التفاصيل الخاصة والمهمة داخل هذا المعرض أولا المملكة الأردنية الهاشمية تحل ضيف هذه النسخة وكان لنا لقاء مع وزيرة الثقافة الأردنية التي أكدت على أن هذه المكانة تدل على عمق العلاقات بين مصر والأردن خاصة العلاقات الثقافية وأكدت أنها بحثت مع وزيرة الثقافة المصرية تطوير الصناعة الثقافية خلال الفترة القادمة تشارك المملكة الأردنية بما يقرب من 85 كاتب وشاعر من الإصدارات المختلفة والكتب المختلفة وسيكون أيضا هناك بعض الفعاليات الثقافية والفنية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة انعقاد المعرض إذا تحدثنا أيضا عن بعض الأجنحة نتحدث أنه لأول مرة في معرض القائرة الدولي للكتاب تتواجد المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجناح خاص لها داخل هذا المعرض هذا الجناح سيقدم بعض الخدمات للزوار للتعريف بمبادرة حياة كريمة سيكون هناك أيضا بعض ورش للأطفال عبارة عن ورش حكي وأيضا المسرح والرسم والتلوين وأيضا سيكون هناك بعض المسابقات وبها جوائز للتعريف بمبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تقوم بها بداية من بناء الإنسان والمشاريع الثقافية والتعليمية مرورا بالتعمير والبناء في قرى حياة كريمة المختلفة أيضا هناك بعض الأجنحة الموجودة والهامة والتي تقدم خدمات مهمة لأول مرة نتحدث عن أيضا جناح وزارة الدفاع الذي يعني يحكي ويقدم أيضا التراث العسكري يقدم الشخصيات العسكرية الهامة وقادة أبطال حرب أكتوبر وشخصية الجناح هذا العام هو المشير أحمد إسماعيل أحد أبطال قادة حرب أكتوبر نتحدث أيضا عن الإصدارات التي تصدرها وزارة الدفاع فيما يتعلق عن أبرز البطولات يعني للجيش المصري أيضا هناك جناح آخر وهو جناح وزارة الداخلية نتحدث عن تقديم الخدمات للمواطنين ليس فقط المناهج الدراسية أو الإصدارات التي تصدر عن أكاديمية الشرطة ولكن أيضا بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة خاصة لذوي الهمم للاطلاع على الخدمات المقدمة الإلكترونية كالسجل المدني أو خدمات المرور أو تجديد الرخصة كل هذه الخدمات يتيحها جناح وزارة الداخلية ويقدم التسهيلات لذوي الهمم أيضا عن طريق السماع أو الإشارة هناك جناح آخر أيضا وهو جناح هيئة الرقابة الإدارية الذي يقدم إصدارات يعني تتحدث عن كيفية مكافحة الفساد فبالتالي أيضا هناك بعض الفعاليات الثقافية التي ستبدأ من غدا الخميس حتى انتهاء هذا المعرض ليكون معرض القاهرة الدولي للكتاب رحلة ثقافية علمية وأيضا ترفيهية سيكون هناك أيضا بعض الخصومات المقدمة في دار النشر تتحدث عن أن مكتبة الأسكندرية تشارك أيضا وحدثنا مدير مكتبة الأسكندرية أن هناك تخفضات للحصول على أكبر عدد من إصدارات المكتبة بعض دور النشر تقدم التخفضات الخاصة تبدأ من 20% وصولا إلى 30% وبعض دور النشر تصل بها التخفضات إلى 75% سعر التذكرة للدخول بالنسبة للجمهور 5 جنيهات فقط لا غير يمكن الحجز التذاكر من على موقع وزارة الثقافة أو الموقع الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا صفحة رسمية لموقع القاهرة الدولي للكتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للجمهور التعرف على البرنامج الثقافي والبرنامج الفني الذي سيكون خلال المعرض أيضا المعرض هذا العام كرم أدباء وشعراء مصر بداية من الكاتب والشاعر الكبير صلاح جهين بإطلاق اسمه على نسخة هذا المعرض لأنه يتميز بالعامية المصرية والعامية المصرية أحد أدوات القوى النعمة لمصر ويرتكز عليها معرض القاهرة الدولي للكتاب وهو شخصية أدابية متعددة المواب نتحدث عن النهر السام وصحفي وأيضا شاعر وأيضا معرض الأطفال الذي أطلق عليه شخصية الكاتب طبعا كامل كيلاني وهو المشهور بالتوجه نحو الأطفال وهو أول من خاطب الأطفال في الإذاعة فبالتالي هناك تفاصيل كثيرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أكدت على أن هناك مبادرة باسم الثقافة والفن للجميع هذه المبادرة ستتيح بعض الكتب بأسعار مخفضة لكل المواطنين بحيث كل الزائرين يحصلون على كل الكتب بأسعار مناسبة المعرض يحمل شعار على اسم مصر يعني أقبال كبير من جانب المؤسسات والهيئات المختلفة للمشاركة في المعرض وإقبال من قبل 53 دولة للمشاركة في هذا المعرض حالة ثقافية ننتظرها كل عام محمود جميل قدمت لنا شرحا وافيا أشكرك جزيلا شكر